السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابنائي ويناتي اهلا بكم معكم ناصل العراقي استاذي لوجه من الهزية النهاردة ان شاء الله معدنا مع بارت 2 من اتمنى تكون اذكرته بارت 1 كويس ونتركزه في بارت 2 لان في تست ان شاء الله بعد بارت 2 مباشرة خلاص نركز مع بعض كنا اتكلمنا في بعض الفكاب عن يحيى حقي الكاتب الكبير تعالوا نكمل النهاردة بقية الفكاب بتاعنا قبل ما نبدأ في النهاردة عندي كلمة الادب والادب يعني الادب المقصود بيه المقصود بيه الكتابات المختلفة في كل اشكالها زي قصائد عندنا قصائد 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 زي ما نشايفين اسم يعد اه قصائد اما الروايات اسمها يابلت ريتر بيشمل في انواع من النوفل في منها قصص خيال علمي ساينز فكشن اسمعي ساينز فكشن ساينز فكشن قصص الخيال علمي ساينز فكشن مقصود بيه الخيال او قصة الخيالية ساينز فكشن هي قصص الخيال العلمي وفيه كمان نوع اسمه ادفنتر ستوريز ادفنتر ستوريز خدوا بالكوا جماعة لما نجي نقول القصص المغامرة ما بنقولش ادفنتر ستوريز لا ادفنتر ستوريز ساينز فكشن وادفنتر ستوريز نوعين من الروايات والقصص متحير او مرتبك اسمها خدوا بالكوا كمان ان دي كده اسم مفعول هو مش هو اللي سبب الحيرة والارتباك بالعكس ده هو اللي اصيب بالحيرة والارتباك اقول عليه طب لو عايز اسم الفاعل منها اسم الفاعل المتسبب في الحيرة عايز اقول السؤال ده محير هستبدل سؤال محير يبقى متحير اما محير معدل او متوسط اسمها افريج اسمع ايه افريج فلما اقول ايج افريج يعني معدل او متوسط العمر اه مثال نقول جملة زي ما احنا تعودنا نقول ايج افريج in my class is 17 years old ايج افريج in my class اوكي يعني متوسط العمر في الكلاس ده هو 17 years old اه نيجي الكلمة مهمة جدا يصمم او يصر اسمها انسست انسست البرب ده انسست معناه يصر او يصمم طب خدوا بالك يا جماعة انسست بيجي بعدي انسست ممكن يجي بعديه on preposition on وساعتها بعد on هنجيب verb plus ing for example بنقول he insisted on paying the bill he insisted on paying the bill هو اصر على دفع الفاتور he insisted on paying يعني فيه حاجة ثانية ممكن بعد insist استخدم that. that insist that. طب ايه رأيكم كلكوا عارفين? that دايما يجي بعدها ايه? that بيجي بعدها sentence. جملة. ازاي? نقول مثال. for example. بيقول he insisted that. ها نقول paying برضو? لا ما ينفعش. هنقول he insisted that he pay the bill. he insisted that he pay the bill. يعني اثار انه هو اللي يدفع الفاتور. يبقى insist on والverbalus ing. insist that بيجي بعدها sentence جملة. طيب الشعر نفسه اسمه poetry. الشعر poetry. وده uncountable noun. يعني اسم لا يعد. poetry. مش زي poems. poems والسنجلر منها a poem. ده countable. اسم يعد. اما poetry الشعر بالاجمال كده. جامعة يعني university. جامعة university. طيب اسألكم سؤال بسيط. اوكي? وانا متاكد انتم حارفينه بس نرجع مع بعض. university. اقول قبليها article. بال� assistir. الاداء اللي قبليها. a ولا an? يعنيthest a university ولا an university? انا سمع كلكم بتقولوا اي. طب ليه رغم university اولها. حرف متحرك. ايوه. رابع لكم احنا بنتعاملش مع الحروف. بنتعامل مع الاسوات. يعني هي الاسوات؟ يعني الصوت الاول هنا مش صوت اليو. ده صوت الواي. اوكي. الصوت ده صوت الواي. عشان كده والواي ساكن بناخد ا. يبقى اسمها ا مش ان يونيفرستي. برافو عليكم. طيب رائي يعني ايه? رائي يعني ابينيون. رائي ابينيون. طيب يا جماعة لما احب اقول في رائي. ها. بقول ان ماي ابينيون. اجي عبر عن رائي بابدأ اقول ان ماي ابينيون. اي تنك دات كزا. ان ماي ابينيون. اي تنك دات ادوكيشن. اوكي? ان ماي ابينيون. طيب نكمل كلماتنا هنا بالاضافة الى اسمها. بالاضافة الى as will wail as طيب خدوا بالكم من حاجة. الverb اللي يجي بعدها لو يجي بعدها لابدك هو مانجي. اوكي? اوكي? بيا بلاغ in g. بعد اس ل. بيقول لي as well as writing novel as we wrote poetry as well as writing خبير فيه اسمها an expert ودناون يا جماعة اسم وبياخد on او in he is an expert on medicine he is an expert in medicine فهو خبير في هذا المجال محامي يعني lawyer محامي lawyer جاي من كلمة خدناها المرة اللي فاتت وهي law اللي هو القانون فده lawyer المحامي مين او حياة مهنية اسمها career اسمها ايه career خدوا بالكو ان كلمة career مش just كده معناها وظيفة انا بشتغلها لا 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 هي حياة المهنية كلها my career المقصود حياة المهنية او العملية باكمالها diplomacy diplomat وده جماعة اللي هو represents بيمثل his country بلاده وحكمته in another country في بلد اخر مثال على diplomat ambassador ambassador اللي هو السفير ده diplomacy طيب لاحقا او فيما بعد later لاحقا او فيما بعد اسمها later see you later اشوفك فيما بعد اراكا فيما بعد later خدوا بالكو ان later t واحدة لان فيه later تانية l a double t e r later التانية دي معناها الثاني او الاخير الثاني او الاخير لا تساوي later بتاعاتنا خالص يبقى later لاحقا او فيما بعد تم تحويله الى was made into was made into for example يقولي his first novel او رواية كتبها was made into a film was made into a film حولت وتم تحويله الى فيلم زلزال يعني earthquake زلزال earthquake earthquake هذه ارضية مجتمع اسمها society مجتمع society the Egyptian society faces some problems المجتمع المصري faces بيواجه some problems society مجتمع جاي من الصفة يا مع الاجتكتيف اللي هي social كلك عارفين social معناها اجتماعي جاي من society المجتمع قرن معناها century قرن من الزمن اسمها century يحترم او احترام respect يحترم اسمها respect we should show respect show respect to the elders اوكي ليه الناس كبار السن لابد ان احنا show respect اوكي نكمل الكلمات دعيتنا بيقول لي كمان يا جماعة عندي النهاردة كي كلمات زي اه قلنا الشعر poetry جامع university رأي opinion عندي secretary يعني secretary 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 ده نون طبعا جامعها secretaries secretary عموما معاق disabled the adjective صفة معاق disabled طب عايز احاولها الاسم جامعة عايز اقول المعاقين المعاقين حط the قبل disabled كده the هنا the disabled يعني المعاقين the disabled okay we should help give hand to the disabled لابد ان احنا نمد يد العون للمعاقين او اصحاب الاعاقات اللي هو people with special needs ده المقصود بها اصحاب الاحتياجات الخاصة ادارة يعني management ادارة management جاي من verb manage معناه يدير you should manage your time well لابد ان انت تدير وقتك كويس management اللي هي الادارة فلم اقول time management يعني ادارة الوقت طيب عندي كمان يدعم او يساند اسمها support support okay people should take part in supporting their community people should take part in supporting في مساندة their community okay support يدعم او يساند غير معتاد unusual غير معتاد unusual طبعا هي عكس usual حطينا ان عكسنا كلمة usual معتاد usual او كاستماري الشيء المعتاد يا جماعة نقول عليه usual او كاستماري اكي نركز في الكلمات ديت وارجو ان احنا نكون اوكي نديرنا الوقت ايه نحفظ بعضها تعالوا نتدرب على بتعليونة ده من خلال شكل جديد اوكي او شكل اخر غير من خلال سؤال اوكي الترجمة شوف يا جماعة انت ترجم ازاي يولي some Egyptian writers some Egyptian writers have written box and articles advocating the rights of women some Egyptian writers have written box and articles ايه رأيكم لما اجترجم from English into Arabic الافضل ان انا نبدأ باين ابدأ بالفاعل ولا بالفعل اللي في العربي الجملة الفعلية اكثر بلاغة يعني لو قلت هنا اقول الافضل لقد كتب have written اوكي اترجمها لقد كتب لقد كتب بعض الكتاب المصريين ايوا كتبوا ايه ايه الابجكت المفعول كتب ومقالات box and articles كتب ومقالات advocating the rights of women طيب انا مستر انا معرفتش كلمة advocate يعني ايه هل دي تعطلني عن الترجمة لا خالص ليه بقى لان فيه سياق يا جماعة فيه سياق كامل انا عارفه اوكي من السياق ده انا ممكن استنتج واعمل guessing وخمن معنى كلمة advocating فهقول كده لقد كتب بعض الكتاب المصريين كتب ومقالات ايه the rights of women rights of women زي ما انتو عارفين حقوق المرأة ها يعملوا ايه الكتب المقالات دي كان بتعمل ايه لحقوق المرأة اكيد هتقولوا تدافع عن وتساند وتدعم وتؤيد صح جدك وتناصر ده معنى advocate بالضبط advocate يدافع عن فقول لقد كتب بعض الكتاب المصريين كتب ومقالات دفاعا عن او لتدافع عن the rights of women حقوق الايه المرأة فمحدش يعطل في translation على معنى كلمة ماينفعش في حاجة اسمها guessing طيب جملة التانية don't you think that studying the cultures of peoples helps us to understand them well ده سؤال سؤال عايزين يترجمه don't you think ألا تعتقد that studying the cultures of peoples انه ايوه دراسة cultures of peoples peoples بالاس كده جماعة معنى شعوب فألا تعتقد ان دراسة cultures of peoples ثقافات الشعوب helps us تساعدنا to understand them well to understand them well تساعدنا على فهمهم بشكل جيد اكي ده سؤال جميل الا تعتقد ان دراسة ثقافات الشعوب تساعدنا على فهمهم بشكل جيد طيب نيجي للنوع التاني من translation بيقول لي احب قراءة الروايات وقصص المغامرة ولكن يا اخي يفضل قراءة قصص الخيال الايه العلمي المعاني دي متهيالة لسه ايلنها من شوية تعالوا كده نبدأ ونترجم جملة زي دي احب قراءة الروايات بدور زي ما انتوا عارفين على الفاعل من الفاعل هو انا يبقى الايه ايوة احب اي لايك اي لايك بداية صحيحة قراءة الروايات وقص المغامرة قراءة الروايات يبقى ريدينج اي لايك ريدينج اوكي الروايات قلنا اسمها نوفيلز أند قصص المغامرة اسمها adventure adventure ايوه stories adventure stories اللي قصص المغامرة جميل ولكن اخي but my brother but my brother ايوه يفضل قراءة قصص خالع علمي but my brother prefers ايوه prefers يفضل قراءة reading قصص الخالع علمي اسمها ايه النهاردة بس اغضينام شوية اسمها science fiction science fiction اوكي تاني من الاول I like reading novels and adventure stories but my brother prefers reading science fiction اوكي ممكن اقول science fiction stories طيب جملة التانية كان يحيى حقي احد رواد الادب المصر الحديث والثقافة العربية كان يحيى حقي احد رواد الادب المصر الحديث هبدأ بمين السبجكت اكيد اللي هو يحيى حقي يحيى حقي ما يحيى حقي ما يحيى حقي المصر الحديث والثقافة العربية الادب المصر الحديث بنجيب الصفات قبل الموصوف اكيد الادب المصر الحديث اقول مصر الحديث الادب المصر الحديث الادب المصر الحديث والثقافة العربية كده نوظف كلمات بتاعتنا في كذا حاجة منها زي ما حلنا المرة اللي فاتت ومنها كمان في مجموعة كلمات تانية سريعة يلا تقولهم سريعا كده مع بعض عندي صحفي يعني جورناليست صحفي جورناليست بحار سيلور محرر محرر في جريدة شخص يعمل بالسياسة أقول عليه بوليتيشن بوليتيشن إنما الديبلوماسي اسمه ديبلوماد مدير فندق هاتل مانيجر هاتل مانيجر مدحف ميزيم تقليدي ترادشنال ترادشنال شيء تقليدي نظام سيستم نموذجي أو مثالي تيبيكل أوف تيبيكل أوف كذا يعني نموذجي ومثالي ومماثل لحاجة ينجح فيه ساكسيد إن ساكسيد إن بحرص وعناية أخطى تجارب علمية تخرج تخرج اسمه وذن نعن من زي ما قلنا المر اللي فاتت مؤلف ناجح يرفق يرفق والأتتشمنت هي المرفقات قلناها الحلقة اللي فاتت حيرة أو ارتباك وليسا الصفات منها ينشر وينشر شيء مطبوع ينشر شيء مطبوع سواء جريدة مجلة قصة رواية منتصف الليل وينشر مصمم أو مليح وإن الفيرب بتاعها النهار ده إنسست خطبة أو حديث يعني يلقي خطبة بحثة واستطلاع ترتيب المشردين ينافس قضية أو مسألة اسمها 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 ايه اسمها طيب في بعض يا جماعة في الملاحظات اللغوية اللي عايز حضراتكم النهار ده تركزوا معايا فيها جدا رجاءا عشان دي بتبقى حاجات مهمة قوي في سؤال اول مرحوظة عندي النهار ده في اللغويات هي إن المدة الزمنية المدة الزمنية لما تأتي كصفة لا تجمع يعني ايه يا مستر الكلام ده يعني أنا عايز أقول راحة لمدة عشر دقائق عشر دقائق يعني ده ما انتم عارفين بس لما حطها قبل النهون يا جماعة قبل الاسم كأجيكتف بالشكل ده الصفات في اللغة الانجليزية لا تجمع ده شيء معروف جدا الصفات لا تجمع بما إن تين منت جت هنا كأجيكتف كصفة قبل الاسم فما جمعها هاش فعايز أقول راحة لمدة عشر دقائق أقول محدش يقول لأن الصفات بنقول لا تجمع مثال كمان عايز أقول اجتماع لمدة ثلاث ساعات ا ثري آور اثري آور ميتنج هو حد يقول اثري آورز ما ينفعش لأنها جاية كأجيكتف كصفة والصفات قولنا لا تجمع أجاز المدة أسبوعين اتو ويك هوليدي اتو ويك مش اتو ويكس اتو ويك هوليدي زي ما بنقول افايف ستار هوتل افايف ستار مش فايف ستارز افايف ستار هوتل دي اول منحوذة عندي المنحوذة التانية هي الفرق بين الكلمات الاتية respected respectable respectful ايه الفرق بين التلات سفات دول مع ان في العربي التلاتة معناهم محترم اوكي respected respectable respectful قال لا فيه فرق كبير في الانجلش ما بينهم اول كلمة عندي respected اوكي دي يا جماعة محترم لمكانته واعماله لمكانته واعماله يعني إيه لما يكون عالم كبير ولي مكانة أقول عليه I respected scientist لما يكون دكتور كبير ولي مكانة ولي وضع اقول I respected doctor يبقى respected المقصود المحترم لإن لي أعمال ولي مكانة ولي قدر كبير A respected position يعني منصب له مكانة ولي وضع كبير دي بنسميها في مصر بلدنا كده يعني بالبلد كده بنقول عليها إيه إنه قد الدنيا أد الدنيا لما نلقى respected doctor بنقول ده دكتور قد الدنيا دكتور كبير ليه وضع وليه مكان طيب respectable قال respectable محترم من حيث المظهر والسلوك يعني الشخص اللي لقي مظهره كويس وسلوكه كويس أقول عليه respectable respectable يعني socially acceptable هو شخص مقبول اجتماعيا من حيث المظهر والسلوك فهو respectable ده اللي بنقول عليه في مصر يا جماعة بقى بنقول عليه ابن ناس ابن ناس يقول لك إذا respectable person هو شخص محترم يعني ابن ناس جدا ومظهره وسلوكه كويس respectful نطلقه على من يحترم الآخرين من يحترم الآخرين أقول عليه ان هو respectful يعني ايه؟ يعني يقول لي children should be respectful towards their teachers الأطفال والطلاب والتلاميذ لابد يكونوا respectful towards their teachers محترمين مع معلمين يعني يحترموا معلميهم يبقى respected ده محترم لمكاناته وعماله respectable ده مقبول اجتماعيا وبن ناس أما respectful من يحترم الآخرين قلنا متهيئة لي من شوية ملحوظة insist on و insist that قلنا insist on والverbs are in g insist that وقلنا بعدها ايه؟ جملة نيجي النقطة بقى مهمة جدا جدا وهي make و do الفعل make والفعل do و difference ما بينهم امتى مستر استخدم make مع الاسماء وامتى do مع الاسماء مع ان الاثنين معناهم يعمل حاجة قال لي لأ الفرق واضح ومعروف ايه هو؟ make يا جماعة يعمل حاجة بمعنى produce it ينتجها يوجدها create it build it يبنيها يصناها وهي ما كانتش موجودة اساسا يعني يعمل حاجة من اول وجديد يوجدها ينتج حاجة يعمل حاجة يتسبب في وجودها وهي ما كانتش ايه؟ موجودة زي ما نقول مثلا يرتكب خطأ اسمها make a mistake طب ليه؟ قال ليه عشان الخطأ ده انا اللي اوجدته انا اللي عملته اوكي؟ هو ما كانش موجود طيب عايز اقول يعمل انجازات اقول make achievements ماقولش do achievements ليه؟ لان الانجازات انا اللي اوجدتها وانا اللي صنعتها وانا اللي بنتها وهي ما كانتش موجودة make achievements طب عايز اقول يعمل جدول قال لي make a timetable ليه؟ عشان الجدول ده انا اللي هعمله وانا اللي هوجده وانا اللي هصنعه ده الفعل make طب عشان كده بيجي مع الاسماء اللي زي كده make a discovery make a travel يسبب متاعف اوكي؟ make a choice يختار make a question make a journey هكذا طيب او ما لدو يا مستر؟ قال لي لا دو دو بتستخدم بمعنى يؤدي الشيء يعني الشيء موجود نشاط معين حاجة علمية وانا هؤديها اوكي؟ زي ايه؟ دو سبورت دو سبورت هل انا اللي هوجد وهنتج حاجة اسمها رياضة؟ لا الرياضة موجودة انا هؤدي نشاط رياضي يبقى دو سبورت طيب هومويرك لابقول لكم عندكم هومويرك لازم تعملوه تعملوه هنا اقول make هومويرك لا ما الهومويرك موجود بس انا هؤدي هذا الهومويرك اقول دو هومويرك دو ريسورش يعني يعمل بحث يعمل بحث هكذا فيه معلومة موجودة اي حاجة علمية واي اكتفيتز انشطة دايما الحاجة الدراسية والعلمية تاخد دو زي ما نقول دو ريسورش دو هومويرك دو بي اتش دي لا دكتورات دو ويرك ويرك وجوب بياخدوا دو ويرك دو ويرك ودو اجوب معناها يؤدي عمل او يؤدي وظيفة دو اهابي دو دامج دو ابريشنز عمليات جراحية يبقى جماعة عرفنا الفرق من ميك ودو تعالوا كده نجرب هنا كلمة يعني ترتيبات زي ما انتم عارفين ترتيبات صح كده طيب هل يا ترى كلمة تاخد ميك ولا دو بيقول لي هل عملت الترتيبات للاجازة الترتيبات دي انا اللي هوجدها انا اللي هصنعها يبقى تاخد ميك طبعا اقول ميك بقى الباست ايه يبقى هلت جدت تأتي بطريقة لترتيبات طيب لطه لا يمكنني سيخرج ما علش بان شاء الله رأخرج بكوز لطاقت الوشياء 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 انا هؤدي غسياء للطباط ده نشاط انا هو ادي يبقى قلنا ايه نشاط بحدي اقول دو دو الوشياء اكتش الوشياء اخطاء بقولك انت عملت خطائيين في التست ده قلنا الاخطاء انا اللي بصناعها وانا اللي واجدها يبقى استخدم الفعل ميك وهنا نستخدم هنا الباس برتيس وانا هو ميد. علي اسبايس اجود جاب وين هي اسبايس تاني دات نيو تابل اول اول فراغ عندي علي نوات اجود جاب. جاب يا جماعة الوظيفة والمهمة يؤديها مش بيصناعها ويوجدها يبقى علي ادى هذه الوظيفة اقول ايه اقول دو بس هنا الجملة خليها باست فنقول ايه? علي لما صنع الترابيزة دي بصوا الترابيزة هو اللي صنعها هو اللي اوجدها يبقى هنا بس نخليها ماضي عشان الجملة كلها في فهتبقى ايه? يبقى الفرق من دو ده حاجة مهمة جدا وببساطة خالص نفرق ما بينهم اوكي وممكن نحفظ بعض الاسماء اللي معاهم عشان كمان يا جماعة هتبقى ايه? نبقى اه سيطرنا عليها. تعالوا النهاردة نكمل كمان الجرامر بتاع يونت ايه? يونت وان. تعالوا جماعة نبدأ في الجرامر اه النهاردة اللي هو استكمال الجرامر يونت وان. كنا في يونت وان درسنا زمن اسمه زمن الماضي البسيط. عرفنا تكوينه وعرفنا استخداماته وعرفنا نفيه واستفهامه وعبارات تستخدم معها. النهاردة عندي زمنين ماضي. الماضي المستمر والماضي التام. نبدأ النهاردة بالماضي الماضي المستمر زمن الماضي المستمر. الزمن ده جماعة بيتكون من ايه? شكله ايه? قال لي الباس كنتينيس يعني واز اوير اوكي بلاس الفير بلاس اي ان جي. واز اوير بلاس الفير بلاس اي ان جي. واز استاديين وير بلايينج هكذا. طبعا كلكم عارفين اني واز استخدم معه ضمائر معينة. اوكي. زي. اي. وهي. وشي. ويت. واي اسم مفرد. صح كنا? اه. يبقى اللو قلنا اللي فاتت اتكلم تقنق إن في لكل زمن شكلين شكل في الـ active في الجملة المبنية لمعلوم الجملة بتبدأ بالـ subject بالفاعل يعني وشكل في الـ passive جملة المجهول اللي بتبدأ بالمفعول طب يا ترى زمن الـ past continuous وهو في الـ passive يعني لو الجملة passive بيبقى شكله إيه؟ قال لي عبارة عن was aware برضو بس هزود being was aware being will pass per test for was aware being will pass per test for التصريف الثالث مثال هرول يا جماعة كده when mom when mom was preparing lunch my father arrived when mom was preparing lunch ماما كانت بتجهز الغداء was preparing lunch طيب لما أقول when lunch lunch أقول برضو was preparing ماينفعش؟ ده كده lunch هو اللي كان بيجهز لأقول إيه؟ when lunch was being prepared was being prepared يعني كان بيجهز كان بيجهز يبقى إذن وأنا بتعامل مع أي زمن لابد أشوف هو active ولا passive عشان السيغة بتختلف طيب فويس قوي ده شكل يا جماعة الباست إيه continuous جميل وما الاستخداماته إيه؟ بيحتاجه في إيه؟ الزمن ده بحتاجه في حاجتين الحاجة الأولى لما حب أقول إن الحدث كان مستمر كان مستمر في وقت معين في الماضي يعني يا جماعة لو حد سألني مثلا كنت بتعمل إيه؟ كنت بتعمل إيه؟ ساعة خمسة كده بيسألني على الحاجة اللي أنا عملتها ساعة خمسة أوكي؟ ولا الحاجة اللي كنت بعملها في فرق بين حاجة عملتها وحاجة كنت مستمر في عملها فبس أني بيقول لي كنت بتعمل إيه؟ أقول له مثلا أنا كنت بذاكر دروسي مبارح ساعة خمسة دي أنا هنا بقول له إن أنا ذكرت الساعة خمسة لا ما أقولش كده بقول الساعة خمسة دي أنا كنت مستمر في المذاكرة ده سمو حدث كان مستمرا في الماضي أنا كنت بذاكر إنجلش طول الليل طول الليل يعني ده حدث كان مستمر أوكي؟ استغرق فترة واستمر في الماضي طيب الاستخدام الثاني للزمن ده بحتاجه لما يكون عندي حدثين أخذوا بالكم اللي هقوله ده قوي عشان ده كلام مهم لو عندي حدثين يا جماعة متزامنين يعني متزامنين؟ يعني كانوا في نفس الـ time في نفس التوقيت أوكي؟ بصوا كلام معي أي جملة تجيلي في الامتحان فيها حدثين متزامنين لابد حدث منهم إيباباس كنتينيس ماضي مستمر ده حدث ثابت ده كان مستمر أثناء ما الحاجة دي كانت بتحصل طرق عليها حدث آخر في حاجة تانية حصلت يبقى كم حدثهم؟ اتنين حدث منهم كان مستمر هنه ده باست كنتينيس وفوش كلام ماضي مستمر طرق عليه حدث آخر الحدث الآخر ده ليه احتمالين الاحتمال الأول إنه يستمر مع الحدث الأول ما يأثرش عليه فيبقى الاتنين باست كنتينيس إزاي مش فاهم؟ بيقول لي مثلا وانا باكتب التقرير بصوا جماعة وانا باكتب التقرير في نفس الوقت اللي كنت باكتب فيه التقرير حصلت حاجة تانية إيه هي؟ إني ماي برادر أخويا واز بلايينج واز بلايينج واز بلايينج أنا واز رايتينج وهو واز بلايينج الحدثين دول اسمهم أحدثين متزامنين مافيش تقاطع بين الحدثين فالاتنين باست كنتينيس قلت واز رايتينج واز بلايينج ده احتمال الاحتمال التاني إن الحدث كان مستمر بس اللي طرق عليه قطعه أثر عليه يعني وانا باكتب التقرير أيوة لايت النور انقطع وينت آوت إيه ده؟ ده أنا قلت وينت باست سيمبل أو قال لي طالما الحدث التاني قطع الحدث الأول أو أثر عليه بيبقى باست سيمبل يبقى نقول كمان أنا لو عندي حدثين متزامنين يعني في نفس الوقت واحد منهم بيبقى باست كنتينيس ما دي مستمر أما الحدث التاني ليه كان محتمال اتنين إما يبقى باست كنتينيس هو كمان لو استمره ما قطعهش أو يبقى باست سيمبل لو أثر أو قطع الحدث الايه الأول نغص كده على الأمثلة ونشوف بيقول لي ده الاستخدام الأول إنه حدث كان مستمر في الوقت ده بابا كان في الوقت ده كان بيتفرج على تليفجن طيب الاستخدام التاني بيقول كنت بذاكر ده الحدث اللي كان ايه كان مستمر اهو اوكي ده حدث أثر عليه اوكي فده ما دي مستمر إنما ده باست ايه باست سيمبل طيب لو الحدث ده ما كانش أثر كان يبقى باست ايه لو في جملة تانية غير كده طيب من هنا بتيجي قواعد مهمة جدا يا جماعة القادة اللي عند الوقت يتخص الزمن دوت هي قارة ويل قارة ويل بتقول ايه بتقول ويل او از او جاست از ويل او از او جاست از معناهم بينما او اثناء لحظوا بقى المعنى بينما ويل او از جاست از معناهم بينما هده ما بقول بينما يبقى بينما حاجة كانت بتحصل حدث كان مستمره اللي هو ده الحدث اللي قلنا عليه السابت ده ماضي مستمر حصلت حاجة تانية الحاجة التانية قلنا ليه كام احتمال اتنين اما ماضي بسيط ده في حالة انه ايه يأثر على الحدث الاول او بردو ده في حالة انه لم يقطع الاول ولم يؤثر ايه عليه اكي تاني حدث كان مستمرا وطرق عليه حدث اخر ده ماضي مستمر ده اللي بعد ويل او از جاست از نوال اجزامل بيقول لي ويل ويل هي وز كروسنج زرود ويل هي وز كروسنج زرود وهو بيعبر الطريق ده حدث كان مستمر في حاجة تانية حصلت هو بيعبر الطريق ايه دي اكسلنت الحدثة ايه رأيكم اقول هابند ولا وز هابنينج وهو بعد الطريق الحدثة حصلت الحدثة هابند لو حدث مؤثر ولا وز هابنينج كانت اعملت يحصل ده لو حدث غير مؤثر طبعا لو حدث مؤثر جدا يبقى ويل او او جاست از هي وز كروسنج دي اكسلنت حبند الحدثة حصلت هنا ماضي بسيط اما لو ما اصرش كنو قلنا باست ايه باست كنتينيس اكي دي قارة ويل از جاست از طب ممكن ويل او او از جاست از يجي في نص الجملة جماعة اه عادي خالص الزمن ده او الفعل ده هيجي قبل ويل او او از جاست از اهم حاجة بعدهم الحدث اللي كان مستمر اللي هو عبارة عن زي ما انتم عارفين ايوه او ويل بلاس البر بلاس اي 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 جي اكي طيب كلام رائع بيقول لي كمان ان ممكن يجيب لي ممكن يجيب لي ويل ممكن يجيب لي يا جماعة ويل وزاوت السابجي ممكن يجيب ويل بدون فاعل بدون فاعل ازاي يقول كده زي المسال ده ملاحظين حاجة ما قال شي هنا ما قال ش فاعل ما قال شي مسلا فلو قال لي كنت قلت انما هنا ما جاب ش فاعل قال لي لو لقيت ويل بدون سبجي بعدها يبقى بعدها ال فير بلاس اي ان جي ويل سلي بي ويل كوك ويل ستادي هكذا طيب ويل بدون سبجي بتبقى حرف جرب بعدها جميل لاحظوا كمان منحوظة جميلة قوي ان ممكن هشوف بعد جملة الفعل بتاعها الاساسي هو اللي هو وساعتها مش هلاقي بعدها يعني يعني عايز اقول بينما هو كان في اجازة تعالوا من ترجمة بعض بينما هو كان كان بيعمل حاجة لا ما قال ليش كان بيعمل حاجة قال لي كان في اجازة اذا ما فيش فعل في ان جي خالص فلاقي كده يبقى هنا نلاقي بدون بير بلاس اي ان جي ليه يا جماعة لان هنا هو البر الاصلي الفعل الاساسي يبقى بيعمل مثال كمان عايز اقول بينما كنا في الحفلة ايوة كنا في الحفلة بقى اوكي يعني في الحفلة ما فيش هنا بلاس اي ان جي طيب رائع ايه كمان قال لي في افعال زي ما انتم عارفين لا توضع في الازمينة الايه المستمرة ابدا زي اين زي افعال الحواس افعال الحواس اللي هو زي الفعل hear اوكي زي الفعل see hear لو يرى ويسمع وsee يبدو feel يشعر love يحب لا افعال دي ما ينفعش تحط في الايه في الاستمرار اوكي بتستخدم كماضي بسيط فقط لا غير يبقى محدش يقول لي while he was hearing while he was seeing while he was seeming فيش كلام ده جماعة لان افعال دي غير قابل الاستمرار طيب كلمة مهمة جدا عندي اسمها during يعني during قال لي معناها اثناء الله طبعا مستر ما هو while while يعني اثناء قال لي لا الفرق من during while ان while بعدها جملة او بعدها verb لسان جي اما during بعدها noun اسم يا جماعة يعني لو حابب ان انا اقول اثناء الحفلة هقول while the party لا ما ينفعش اقول during the party اثناء الفيلم during the film اثناء المatch during the match اثناء اقامتي اوكي في لندن during my stay in london اثناء نومي during my sleep طب لما قلنا بwhile قلنا ايه قلنا while sleeping verb سان جي انما during during my sleep noun لان during معناها اثناء اه بس يجي بعدها ايه noun طيب نيجي الاخر حاجة تخص الزمن ده وهي كلمة when كلكم عارفين when معناها عندما طيب قاعدتها ايه بص يا جماعة اتعلموا كده when ليها شرط واحد بس ايه الشرط بتاع when قال لي when بتشرط علي ان لو جي قابليها ماضي يبقى لازم بعدها ماضي ولو بعدها ماضي يبقى قابليها ماضي يعني بتربطش مضارع بماضي بتربط ماضي بماضي ايوة مستر اوكي when بتربط ماضي بماضي نوع الماضي ايه بس قال لي حسب معنى الجملة يعني ايه حسب معنى الجملة يعني بصوا معايا في جملة زي دي بيقول لي هو كان بيذاكر لما التليفون ران اوكي ايه الحادث اللي كان مستمر المذاكرة ايه الحادث اللي طرق عليه ان التليفون ران خلاص المذاكرة تبقى ماضي مستمر اما ران التليفون هتبقى طب مين قبل وين وين بعد وين مايفرقش اوكي مايفرقش مع وين اهم حاجة ده ماضي وده ماضي فبيقول لي كان بيذاكر صح كده وين هي وز ايه. مرة جيب عاديها وادي وين مرة جيب عاديها. والجملتين ايه? صح معايا? اهم حاجة ان الحدث اللي كان مستمر يبقى ما دي مستمر واللي قطعه ماضي بسيط. بغض النظر مين فيهم جاي قبل وين ومين جاي بعد? بعد وين. اوكي? طيب. تعالوا كده نحل بعض الجمل على اللي احنا قلناه في الزمن ده. اول جملة. نركز كده جماعة. لحظوا بقى انا عندي وايل اهي. وادي سبجكته فاعل. احنا قلنا وايل بعدها جملة زمنها بس كنتيني اسم ماضي مستمر. وايل هي وينت ولا وز جوينج ولا هاد جون ولا جوينج. صح كده. وايل هي وز جوينج تو ليه? لان يا جماعة وايل قلناه بعدها بس كنتينيس. جملة ماضي مستمر. طيب. نوات my last holiday. my last holiday. I enjoyed my time playing computer games. وين ولا از ولا وايل ولا دورينج. لحظوا بقى كده. بعد النوات جاي ايه? my last holiday. ده ايه ده? اللي ده نون. اسم. اجاستي السابقة. ده نون. مين في دول يا جماعة قلنا بيكي بعدين نون? مضبوط. very good. ليه ايه? during. if during my last holiday. during my last holiday. I enjoyed my time. okay. طيب. while not for the school bus. I met one of my old friends. while نوات. خدوا بالك بقى من حاجة. هنا كان فيه سابجيكت. فاعل. هنا مفيش سابجيكت زي من شايفين. while والفيرب على طول. الفيرب هنا بيبقى ايه? ايوة. فيرب لس ing. ماقول شي وز ويتنج ولا ويتنج. هقول ويتنج. while waiting for the school bus. ليه? لان هنا ويل وزاوت السابجيكت اهو. بدون فاعل هنا خالص. جملة اللي بعدها. what not when I called you? you sounded very busy. بيقول لي كنت بتعمل ايه لما انا اتصلت بيك? صوتك كان بيقول ان انت مشغول. what not when I called you? you sounded very busy. معلني بيقول لي you sounded very busy. صوتك كان مشغول. اذا بيسألني على الحاجة اللي كنت بعملها. حاجة كنت بعملها. did you do? لا. do you do? ده مضارع اصلا. had you done? لا طبعا. were you doing? كنت بتعمل ايه? اه ده زمن مستمر. يبقى باس كنت بتعمل. what? where you doing? when I called you, you sounded very busy. قملة اللي بعدها. number five. while she noot her homework. my sister was listening to music. while she noot her homework. while i. while we subject. وفاعل. يبقى باس كنتينيس. كلام مضبوط. was doing her homework. okay. while she was doing her homework. كويس. بكمل كم جملة دول كمان. what not at eight clock yesterday evening? باسألوا انت كنت بتعمل ايه بارح الساعة تمانية? بصوا محدد وقت ازاي? كنت بتعمل ايه? باسألك كنت بتعمل ايه الساعة تمانية? okay. what where you doing? زي ما سألنا من شوية كنت بتعمل ايه لما اتصلت بيك? يبقى باسأل عن الحدث اللي كان مستمر. while my car. noot i went shopping. while my car. حلوة قوي. الجملة. while my car. my car ده يا جماعة. هل هو السابجكت الفاعل اللي قام بالفعل? ولا ده الابجكت المفعول? العربية هي اللي كانت مند بتصلح? لأ طبعا بتتصلح. يبقى ده اسمه اوكي باسك انتينيس اه. بس باسر. مبني المجهول. was mending? was being mended? has mended? had mended? ايوه. انا سمع كلكم بتقول was being mended? ليه? ده باسك انتينيس عشان بعد while. وباسف مبني المجهول عشان بقول while my car. طب while my mother was doing the washing up. اثناء ما ماما كانت بتغسر الصحون والاطباق. my baby sister. اخت البيبي الصغيرة. noot after. يا ترى جماعة اخت البيبي كانت بتاعتني? ولا كان بيعتنى بها? ايوه كان بيعتنى بها. برضو باسف مبني المجهول. was looking? لا لا لا. ده كده كانت بتاعتني. was looking after. has been locked? was being locked? طبعا was being locked. ليه? عشان ده ماضي مستمر. وباسف مبني للايه? للمجهول. اكي? يبقى كده اتكلمنا على الباس كنتينيس بتفاصيله كلها. كويس. اتمنى يكون اتفهم. وتعالوا كمان نكمل الجرامر. واخر حاجة في الجرامر unit one هو زمن past perfect. past perfect. اللي هو زمن الماضي التام. الزمن ده جميل اوي يا جماعة. ومهم جدا. ياريت نركز فيه. اولا ماضي تام يعني ايه? تكوينه ايه? شكله ايه? اللي عبارة عن هاد والباسبرتسبو. هاد والتصريف التالت. كويس. طب لو باسف اللي هاد بن والباسبرتسبو. يعني ايه? يعني بقول after he had finished the project he traveled abroad after he had finished. اهو هاد والباسبرتسبو. كويس اوي. بعد ما هو خلص المشروع. طب after the project بعد ما مشروع هاد بن فانشد. هاد بن فانشد. عملت ايه? بنيت للمجهول عشان هنا بتكلم عن الابجكت اللي هو اللي ايه? المفعول. يبقى اذا اعرف برضو الباسبرفكت ان ليه شكلين. شكل في الاكتف وشكل في الباسف. في الاكتف هاد والباسبرتسبو. اما في الباسف هاد بن والباسبرتسبو. طيب الشكل واضح وصريح. الاستخدام. فيه استخدام معين للباس كنتينيوس الباسبرفكت اسف. استخدام مهم جدا. ايه هو بقى? بحتاجوا لو عندي حدسين ماضيين. بس يا جماعة مش زي الباس كنتينيوس مش زي الماضي المستمرة حدسين كانوا في نفس الوقت. لا لا لا. لما اتكلم عن حرسين كان ما بينهم فارق زمني. فارق زمني. يعني ايه ما بينهم فارق زمني? يعني ما حصلوش في نفس الوقت. ده في حدث منهم حصل وتم وخلص قبل بدء الحدث الاخر. يبني عندي حدثين هم منظرهو بينهم ما فارق ايه زمني. فمارح مثلا انا ذكرت وبعد ما خلصت المذاكرة خالص اتفرجت على التلفزيون. عارفين ازمينة الفعلين دولي بويه? اللي حصل وتم الاول ماضي تام. اما الفعل التاني ماضي بسيط. فهقول كده. ده معناه ان انا ما اتفرجش على التلفزيون انتل لما خلصت مذاكرة دي. هقول تاني لو عندي حدثين ماضيين ما بينهم فارق زمني. اللي حصل الاول يبقى ماضي تام واللي حصل التاني ماضي بسيط. في جملة جميلة جاد في سنة الفين وستاشر في امتحان سنوية عامة. قال لهم ايه? فصوا جملة بتاعة امتحانات يعني جملة اه فيها معنى واضح يفاهمني الزمن. بيقول لي بريسدن سادات علي رحمة الله بريسدن سادات دايد in 1981. رئيس سادات مات في سنة 1981. ده حدث. بفور ذات قبل ذلك اه يبقى يكلمني عن حدث اللي حصل قبل ده. بفور ذات اوار ارمي جيشنا المصري نوان دا سويس كانال عبر قناة سويس في سنة الثلاثة وسبعين. شايفيني المنظر? ده حدث اللي هو هو وفاة الرئيس السادات. بس قبليه حصل حاجة تانية وهي عبور القناة. العبور هنا هو اللي حصل الاول. فقال لي في الامتحان ماضي بسيط? ولا وير كروسنج? ولا هات كروسد? هات كروسد لان ده اللي حصل ايه? الاول. يبقى ازا دايما لو عندي حدثين ماضيين ما بينهم فارق زمني. اللي حصل الاول يبقى ماضي تام. واللي حصل التاني يبقى بس سيمبل ماضي بسيط. طيب من هنا يا جماعة بتيجي قواعد مهمة للزمن ده. اول هم. اول هذي القواعد هي. افتر اللي معناها بعد. واس ان از اللي معناها بمجرد ان. ما لهم الكلمتين دول? قال الرابطين دول. بعدهم دايما الحدث اللي تم الاول. اللي هو قلنا عليه النهاردة. باست بيرفكت. ماضي تام. الفاعل هاد والباست بارتسبب. اما الفاعل التاني باست سيمبل ماضي بسيط. يبقى افتر واس السنقاس. بعديهم الحدث اللي تم ايه? الاول. وبعدين الحدث التاني اللي هو باست ايه? باست السيمبل. فمنقول ايه? after she had cleaned the house she went out. after she had cleaned the house. she went out. ليه يا جماعة قلنا ده had cleaned? لانه ده الحدث اللي حصل الاول. بعدما نظفت البيت. طيب ممكن اجيب افتر في النص ايه عادي خالص. بعدها برضو الحدث اللي تم الاول او طيب واس ون از زيها بالظبط نفس الكلام طيب خدوا بالكم ان لو ما فيش فارق زمني بين الحدسين يعني ما فيش فارق زمني يعني لو الاحداث كانت متتالية وما فيش فارق زمني كبير ما بينهم منخلي الاتنين باس ون از يعني ممكن في جمل اقول بمجرد ما كده بتقرير نام على طول كانش فيه اي فارق زمني فممكن باس سيمبل باس سيمبل مع افطر واس ون از في حالة ان الفارق الزمني ما يكونش مؤثر يا جماعة طيب بعد كده قال لي عندك روابط اخرى ودول معناهم حتى ودايما نشوفهم في نص الجملة بعدهم الحرس اللي تم الاول برضو اللي هو باس بيرفكت بس قبلهم باس سيمبل اوكي وغالبا بيكون منفي غالبا بيكون منفي فيه احيانا يبقى مثبت بس غالبا بيكون منفي ماضي بسيط منفي اللي احنا تكلمنا عن المرة الفاتت فبنقول مثلا ما لعبتش الماتش إلا ما تدربت كويس حتى تدربت جيدا لحظوا هذه until بعدها ماضي تام وقبليها باس سيمبل ماضي بسيط منفي طيب هو ما جاوبش على الامتحان ياريت كلك تعملوا كده إلا ما أرى الأسئلة كويس برضو نفس الحكاية طيب خدوا بالك يا جماعة إن ممكن يكون الماضي البسيط ده يعني مثلا عايز أقول إيه إن التقرير لم يسلم حتى كتبته أقول didn't برضو أقول didn't deliver لا أقول wasn't delivered ليه التقرير لم يسلم ده until I had written it ودي الماضي إيه اتا من ضمن القواعد الخاصة بالزمن ده before و by the time before يعني إيه زي ما أنتم عارفين يعني قبل طب by the time يعني إيه يعني عندما ما لهم اللي اتنين دول دول عكسة after بالتأكيد يعني after يعني بعد before يعني قبل إذن دول بعديهم الحدث التاني اللي هو البس السيمبل وبعدين حدث الأول اللي هو بس إيه perfect فبقول كده before he sold at the bus السيمبل his car he had painted at the bus perfect he had painted it أوكي وممكن نجيبها في النص آه عادي he had painted his car before he sold it وهكذا طيب كلام جميل الرابط وين إحنا لسه إلي من شوية وإن ليه شرط واحد عندي إيه هو فكروني كده وإن شرطه الوحيد يا جماعة إنه يربط ماضي بماضي طب ممكن ييجي قابليه أو بعديه ماري تام آه أوكي حسب إيه اللي لو بيربط بين حدثين بينهما فارج زمني اللي حصل الأول خليه ماري تام واللي حصل التاني بس اسم الماضي بسيط يعني بصوا الجملة دي when he arrived we had finished our dinner حتى يقول لي معنى الجملة دي when he arrived لما هو وصل we had finished كنا خلصنا our dinner ده معنان لإيه اللي حصل الأول يا جماعة إحنا خلصنا العشاء بتاعنا الأول وبعدين هو إيه وصل يعني هو ملحقش حاجة خالص في العشاء أوكي كنا خلصنا عشاء أنا وبعدين هو وصل ده اللي حصل الأول وده اللي حصل التاني عادي خالص طب ممكن وين يجي العكس آه when we had finished our dinner he arrived عادي المرات يجي بعد وين إيه ماضي تام وهنا جاي بعدها ماضي إيه بسيط وين ما عنداش مشكلة خالص في أي زمن يجي بعدها طالما ماضي بماضي أوكي فنوع الماضي بيتحدد حسب المعنى مش بقاعدة وين فوين ما عنداش مشكلة يجي بعد البسيط أو التام طيب نركز بقى قوي في اللي جاي لأن ده أهم ما في الموضوع عندي يا جماعة بعض الملاحظات والقواعد البسيطة الخاصة بالزمن ده وده مهمة أوي أول ملحوظة عندي بيقول لي إن after اللي معناها بعد للسائلين أو before اللي معناها قبل لو جم without a subject بدون فاعل أو زي ما انت شايفين بدون فاعل ما قال ليش after وفاعل لا ده after وعايز الفاعل على طول أو before وعايز الفاعل على طول قال لي الverb ساعتها بيبقى verb plus ing زي ما انت شايفين كده فبيقول لي after cleaning the house before going out آه ده لو after أو before without a subject بدون إيه فاعل يبقى جماعة لما نشوف after أو before بدون فاعل لازم يتحط بعد يوم يا noun يا verb plus ing نون إزاي طيب ينفع نون آه طبعا ممكن نقول after the party بعد الحفلة before school قبل المدرسة فيش مشكلة ولو verb يبقى verb plus ing طيب قاعدة اللي عندي بعد كده عندي قاعدة اسمها قاعدة having بيطلب بعديها past participle مباشرة على طول تصريف ثالث having والpast ايه participle فاقول ايه عايز اقول بعد ما عملت الhome work بتاع عقول having done my homework بصوا having done تصريف ثالث having cleaned cleaned the house she went out يبقى having طلطلة بعديها past participle والجملة التانية ما دي بسيط طيب immediately on immediately on او on بس من غير immediately سواء دي او دي بيجي بعديهم الverb plus ing طب معناهم معناهم حلو قوي معناهم عند عند فانا عايز اقول ايه عايز اقول لكم ان انا اول ما شفت الحادسة جماعة بلغت الشرطة على طول بصوا بقول ايه on seeing the accident i called the police on seeing on will verb plus ing immediately on will verb plus ing عند في لحظة كذا في لحظة ما شفت الحادسة بلغت الشرطة ما كانش فيه اي اه فارج زمن طيب زائد وقت في الماضي يبقى بص السيمبل اما النهاردة بقول لكم باي زائد وقت في الماضي يبقى بص بيرفكت فبقول لكم باي 1999 بحلول سنة 99 اي اختاروا يا جماعة graduated was graduating had graduated from university had graduated ماضي تام اهو باي the year 1998 he had written five short stories بحلول سنة 98 he had written اوكي had written يبقى باي زائد وقت في الماضي اهو يديني على طول جملة past perfect ماضي اي ماضي تام طيب جميل جدا ايه كمان عندي يخص الزمن ده قال لي عندي كمان تلت رابط اخوات كده no sooner than hardly win scarcely win no sooner والنصف التاني منها اسمه than hardly win scarcely win التلت رابط دول يا جماعة معناهم لم يكد لم يكد يفعل كذا حتى فعل كذا طب استخدمهم فين يا مستر اللي بين had وال past ازاي اهو she had ادي هذا no sooner cleaned the house than she went out استخدمنا no sooner أو hardly scarcely بين had وال past بين وتصريف التالت ثم than والجملة التانية خدوا بالكم ان hardly or scarcely بيعطوين مش than طيب النقطة المهمة قوي في القاعدة ديت ان انا لو بدأت ب no sooner or hardly or scarcely لو بدأت بهم الجملة بجيب عليهم يا جماعة صغط السفهام في الماضي التام يعني ايه بدل الفاعل had زي ما انا متعود لأقول had والفاعل يبقى no sooner had she cleaned محدش بايقول لي she had لأ خلاص انا ما دأت بنو sooner او hardly or scarcely اجيب had ثم الفاعل ثم had she cleaned the house يبقى ليهم مكانين اما بين had وال or في اول الجملة ولو في اول الجملة بعدهم had ثم الفاعل مش الفاعل ثم ايه ثم had طيب اخر جزئية عندي في الزمن دوت هي التلت الرابطين دول او التركبتين دول it was only when it wasn't until it was only when it wasn't until تركبتين دول يا جماعة معناهم فقط عندما فقط عندما بعدهم دايما جملة الحدث الاول اللي هي جملة الماضي التام ثم that ثم جملة الباست ايه سيمبل الحدث التاني اهو it wasn't until نفس الكلام جملة باست perfect that ثم جملة باست سيمبل اوكي جملة ماضي بسيط فميقول it was only when he had finished his work فقط عندما انها عمل that he went out went home يعني روح بيته اوكي it was only when he had finished his work that he went home نفس الكلام it wasn't until he had finished his work that he went home يبقى تركبتين دول بعدهم جملة ماضي تام ثم that ثم جملة ماضي بسيط اوكي دي كل القواعد الخاصة بيونت وان اوكي قلناهم على مدار الحلقتين اللي فاتوا تعالوا بقى دلوقت يا جماعة نبدأ نحل على الازمينة او بتاعة واتمنى بقى كده ان احنا ادام حل يبقى نركز جدا 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 ونقرأ الجملة كويس قوي قبل ما نبدأ في حل اي حاجة اول جملة بتقول اي نقطة ready seen the film before i read the book انا حب الطالب المنظم بقى بصة جماعة يجي اقرأ الجملة دي اي not ready seen the film before i read the book يروح معلم كده okay before ايوه before وبعدها جملة past symbol ايوه قبليها اي اه before نخذنا ان before بعدها past symbol نبقى بليها past perfect ماضي تم يبقى i had already seen i had seen او i had seen ده قبل before ماضي تم بهدوء خالص طيب i know at my own commuter for three years before anything went wrong with it يالله بققول انت دي ايوه bravo هنعلم على before صح كده بعدها past symbol تمام يبقى قبليها past perfect bravo عليكم يبقى اقول اي had had i had had my own computer for three years before anything went wrong يبقى ادي before واد simple ادي بس perfect طيب جملة كمان مونة didn't send the message to her father until she not it حد سمعني هنعلم على ايه هنعلم على until رائع until قبليها did into المصدر اهو ده بس simple ماضي بسيط بعدها بييجي past perfect احسنتم ماضي تام يبقى had written had written يبقى مونة didn't send the message to her father until she had written it طيب number four it was dark when we reached the beach لما رحنا البيتش لان الدني ضلمة جدا يا ترى لي يا جماعة because the sun not down لان الشمس كانت لسه بتغرب ولا غربت خلاص احنا رحنا لانا الدنيا already dark خلاص يبقى الشمس كانت غربت بصوا ده الحدس اللي حصل الاول ويقولنا الحدس اللي تم الاول بيبقى past perfect تمام جدا جدا نكمل كده بيقول هات بليد ذا بيانو اهي دي بعدها الفعل التاني بص يبقى ايوه كلام مظبوط كويس في حاجة صعبة كده جماعة اتمنى ما يكونش في حاجة صعبة قدامكم بادئ بالساعدين لما نبدأ بالساعدين منجيب ايه قبل ايه ايه مظبوط بدل الفاعل هاد لأ نعمل صغير الصفان بنقول هاد والفاعل ها ايه هاد اي ايه هاد اي 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 ايوه هاد اي عشان بدأ منجيب هاد ثم الفاعل هادي افتر اهي اه بس هنا ما فيش فاعل بعد افتر وافتر بدون فاعل يبقى بعدها الverb بلس اي ان جي يبقى افتر طيب what had you done had you done زمن ايه ده جماعة بس بيرفكت ماضي تام نقط you had breakfast this morning هاد بس الوحدة زمن ايه بس سيمبل مين الرابط في دول اللي قابليه الوحيدة الوحيدة اللي قابلها هنا بست هي مين هي بيفور قابليها بس بيرفكت بعدها بس سيمبل زكار نوت until اي هاد بيard ادي انتيل بعدها بس بيرفكت ماضي تام قابليها بس سيمبل بس خدوا بالكم احن قلنا كل زمن اللي دان خدوا لين ممكن يكون مثبت ممكن يكون اكتف ممكن يكون باسف طيب العربية جماعة هل يا ترى لم تصلح ولا لم تصلح لو قلتوا didn't repair لم تصلح لا هي لم تصلح يبقى wasn't repaired مالي بسيط من في بس ايه passive مبنى للمجهول طيب اخر جملة نقط she showing it to his friend we had already taken the photograph نقط the photograph we had already taken the photograph the madhi tam نقط he showed it to his friend وده madhi بسيط ايه لي ما بينهم ايه لي قبلي madhi tam بعد ده madhi بسيط ايوا يبقى before we had already taken the photograph before he showed it to his friend اتمنى يكون exercise ده اتفاهم وgrammar unit one والvocab بتاع unit one اتفاهم وان شاء الله باذن الله اوكي تذكروها كويس جدا وتحلوا عليها باقي exercise ده اللي هسيبهه لكم في الattachments مع الفايل وفي يا جماعة test على unit one بعد ما تذكروه كاملا هيتحل اوكي على الvocab وعلى الايه وعلى grammar وعلى الكلام ده اتمنى unit one يتذكر كويس جدا اتمنى ان هي تببداية قوية اوكي ونبدأ بعدها ان شاء الله نكمل عشان نوصل اللي احنا عايزين اشوفكم على خير في الحلقة الجاية الهومويرك يتحل وهيتصحح المرة القادمة باذن الله اوكي والتستة يا جماعة تركزوا وانتو بتحلوه واشوفكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة